السلامة مرحبا بكم اكيد في السخانة ما ينفع كينا كويس هكا مخيطو بنين برشا وسهل ومنعش زداء دونك اليوم طريقة جديدة نبارتجها معاكم خذية كعبة ليمون او حامض و الا سيدخون قصيتها هيكا خذيت الغوبة متاعي خذيت لكعبة متاعي حتيت هوني شوية معناها نعنيع وحتيت هوني صحفة بطيخ البطيخ اللي عندي حلوة هذي كاليش نحط مغرفة اكا هاو سكر اليوم حبيت نبارتجيه معاكم بالبطيخ سنون تتعاوضوا باي غلاء اخرى زداء كيف كيف مثلا كيما الخوخ يجيبني زداء كيف كيف ذاك عليش قطلكم طريقة جديدة بشبارتجي معاكم المخيطو دونك هوني صفينا خليهوني دو كوته بشني خوني نحط سيغو دومانت معانيها كي مقرحنا سيغو متاع نعنيع دي ما عندي في الدار لحقيقة ونحبه برشا دونك حتيت هوني شوية موج ضروري لكن يعطي بنا للمخيطو بتاعنا نحط شوية ما الخليط هذيك اللي صفيتو شوية نعنيع ترانشيتها كقارس بش نحط هوني السيتخان تجمو تستعملوا بوصان غازوز يتحبوا عليها دومان اخترت شو نحط الماء كهو معانيها حتيت له بتيانت مع الغلاسون والكل سنون تجمو تعملوا اي نوع اخر متاع بوصان غو مثلا نعنيع وإلى غو سيتخان للمخيطو متاعكم هذي هو المخيطو حبيت نبرتاجيه معاكم بارد بنين منعش اللي حبيت بزيد سكر اللي نحط اكثر منا مغارفة باني انا استعملت البتيخة حلو دونك ما حتيت ما حبيت نحط برشا سكر دونك هوني حبيت نعمل زيدا للكيس الثاني حاجة روعة طريقة جديدة كيما قلت لكم تجمو تعاوضوا البتيخ بالخوخ بنين برشا حاولا عندكم فخيز كونجوليت نجمو زيدا كيف كيف وصحة وبشفاء حاجة هيكة منعشة وبنينة فسخانة وأكيد يعني كل الإنسان يقدمها بطريقته انا حبيتوني نعملها بطريقة جديدة معاكم بننا على بننا ان شاء الله تعجبكم سيخطون نعنيع زيدا كيف كيف يعطي هيكة نكهة ديما مميزة لأي نوع عمطع عصير حاجة روعة ان شاء الله يا رب انتم زيدا اتجربوها وكيما قلت لكم حاجة منعشة فيها سخانة ليمت هذي ربي فضلكم الناس الكل متنسونيش من لايك والبختاج وتابعوني على قناتي على اليوتيوب ربي فضلكم الغر رب اشتاو طوالتان لديو وديو من فضلكم ربي فضلكم طوالت قناتي على جديد شكرا لكم اشتركوا في القناة